في معظم الحالات ده لو ما كانش في كل الحالات النرجسي ما بيتركش الضحية او بيسيبها كده بسهولة بيحاول بكل قوته انه يستمر في السيطرة على الامور وعلى ضحيته مش من المتوقع ابدا ان النرجسي ممكن يطرق ضحيته مهما طالت مدة بعضه عنها ويستخدم النرجسي اي طريقة او اسلوب ويمكن تكون اساليب غير متوقعة وبتسبب استغراب كبير عند الضحية لما بيعمل الحاجات دي علشان يستعيدها مرة تانية تحت سيطرته في الحلقة دي هنتكلم عن الاساليب الغريبة اللي ممكن يستخدمها النرجسي لتحقيق هدفه ده لو انت كنت ضحية لعلاقة نرجسية اكيد مش هتتفاجئ من اللي هقوله لك او هتسمعه النهاردة لانك بتكون مريت به وبكل تأكيد انت مريت باسلوب النرجسي بعد ما اهملك وتركك بعد علاقة قوية جدا وارتباط قوي جدا به واللي خلتك متعلق به ومرتبط به بشكل رهيب جدا وده اللي بيكون سبب في صعوبة العلاقة على الضحية بتلاقي نفسك في يوم بعد البعد والاهمال ده تصحى على رسالة من النرجسي على تليفونك بيقولك فيها هو انت اتصلت بيا او انت اتكلمت عني مع فلان او انت عملت كذا او كذا حاجة خير متوقعة طبعا من نرجسي تكون الرسال دي بغرض انه يسيرك او يخليك عاوز ترد عليه يعني يقولك كلام انت بيستفزك به ان هو تضطر ان انت ترد تنفيك كلام اللي هو بيقوله ده انه يكون كلام كدب طبعا بيحاول نرجسي في الموضوع ده هو انه يخليك تشك في نفسك او انك تسأل نفسك معقول انا عملت كده طب عملته امتى او ازاي ده انا اصلا مفيش بينه وبينه اي اتصال او كلام العلاقة تقريبا مقطوعة يبقى اتصلت بي ازاي او انا هاتصل بي ازاي وهتكلم عنه مع حد تاني ليه كل ده اصلا بيكون ما حصلش ولكن بيكون الغرض منه انه يستفز رد فعلك او انه يخليك بس ترد عليه علشان يفتح اي مجال للكلام مرة تانية كل غرض انترجسي في الوقت ده انك ترد عليه علشان يضطرك تتكلم وتفتح له الباب لانه يكمل محاولاته معاك لاسترجاعك وبمجرد ما تقع في الفخ وترد عليه علشان تنكر اللي حصل او انك تنكر الكلام اللي بيقوله ده بتبص تلاقيه هاجم عليك باسئلة تانية خالص زي انت عامل ايه او عامل ايه في حياتك ولكن انه حصل حاجة بينكم كلام ده هيكون فيه استغراب منك ويعني هيربكك بشكل واضح يعني وهو ده بالضبط اللي النارجسي محتاج له منك انك ترد عليه او تديله فرصة تديله بس فرصة في انه يبدأ يلعب بدماغك بكلام عن العودة مرة تانية تلاقي نرجسي في الخطوة الجاية انه يسألك عن حياتك عامل فيها ايه وايه اخبارك وصلت الايه في الموضوع الفلاني ومع بعض ده الكلام عن انه مشتقلك او انك وحشته وطبعا ما تستغربش لما انت بتديله الفرصة للكلام معاك انه يبدأ يلومك على اللي حصل في العلاقة وان انت ما كانش مفروض تعمل كزا او تقول كزا وانت اصلا مش عارف ايه اللي حصل للانفصال ده او اصلا بيبقى سابك بدون اي اسباب يعني هو انت بتبقى مش عارف ايه الاسباب الحقيقة اللي خلته بعد عنك واهملك بالشكل ده هو اصلا بيلعب على الارتباط والعواطف القديمة اللي جواك نحيته واول ما بتلاقيه بيتكلم بالطريقة دي للأسف ممكن ترجع له مرة تانية تسمح له بالدخول لحياتك تاني ناس كتير يا جماعة وقعوا في الطريقة دي وحصل منهم نفس الموضوع اللي انا بتكلم عنه ورجع للنرجسي بالشكل ده طريقة كمان النرجسي هيستخدمها معاك لما تلاقيه بيتظاهر بالاهتمام بيك هتلاقي انرجسي في الوقت ده بيبعتلك كلام عن انه خايف عليك قوي او انت عامل ايه يعني تلاقيه بيكلمك باهتمام شديد جدا منه او انه بيسألك عن ايه اللي نقصك يعني مثلا نقصك فلوس نقصك حاجة معينة في حاجة في حياتك محتاج لها او بيسألك عن صحيتك عامل ايه ممكن تلاقيه كمان بيسألك عن الاولاد لو كان في بينكم اولاد او اطفال يعني هو اصلا بقاله مدة طويلة ولا حتى هتم انه يسأل عنهم ولا فكر فيهم طريقة اللي هتكلم معاك بيها هتكون عبارة عن انه يتقمص دور الاب الحنون او الزوج اللي لسه بيحبك قوي ومهتم بيك يعني هتلاقي رسائل منه بتقول بانه مشتقلك قوي او انه بيحبك بجنون ونفسه بس يشوفك ولو مرة واحدة هتلاقي رسائل زي دي يعني مثلا يقولك اسف او ان اللي حصل ده ما كانش يقصده لكن يقصد به كان يقصد به حد تاني او انه حبه ليك هو اللي خليه عامل كده في اللحظة دي بيكون شعور الضحية صعب جدا وفيه غضب وفيه احباط وحزن رهيب جدا خصوصا لو كان اللي بيحصل ده بيكون بعد ما نرجسي يكون ارتبط بحد تاني غيرك او انه لقى حد افضل منك بالنسبة له يعني خلي بالك ان دي اصعب لحظة عندك هتمر بيها لان المشاعر اللي انت حساها دي اللي هتخليك في اضعف حالاتك وهو ده اللي هو محتاج له علشان يقدر يدخل حياتك مرة تانية في نفس الوقت بيقنعك ان اللي حصل ده كان زنبك انت مش بسبب هو ان انت اللي خلتيه ارتبط مرة تانية او انه كان محتاج لحد يكون في حياته وهي ده الطريقة اللي هيمشي بيها النرجسي معك هتلاقي كلام النرجسي معك مرتب جدا ومنظم جدا جدا لانه دارس شخصيتك بشكل كبير وحافظك وحافظ طريق تفكيرك لازم تحط ده في دماغك كويس جدا لو كان بينك وبين النرجسي ده اطفال ولسه خارجة من علاقة معاه الطريقة الجاية في محاولته العودة ليكي هتفاجئك بشكل غريب جدا هتلاقي النرجسي بيظهر لك عواطف عمرك ما شفتيها منه حتى اثناء علاقتك القوية بيه ما شفتيش منه العواطف ده وللأسف في الوقت ده بسبب ارتباطك الداخلي القديم به عاطفيا ما بتقدريش تواجه اللي بيحصل ده وبيقدر يخترق اي حواجز بينك وبينه بالشكل ده لان في جواك حاجة ولو بسيطة بتتمنى رجوعه ليكي لو من باب انك ترضي نفسك وترد اعتبار نفسك قدام نفسك يعني في اللحظة دي بترجع للعلاقة بدون اي ارادة منك وبسهولة لانه بيعرضك لنوع من العواطف اول مرة تتعامل معاه وصعب قوي ان يكون عندك مقاومة لها يعني لما بتكوني في الحالة دي بيقدر النرجسي انه يرجعك للعلاقة مرة تانية وتتكرر دورة الاساءة مرة تانية واللي انت مريتي بها قبل كده معاه عايزك تعرفي حاجة مهمة جدا ان النرجسي مستحيل انه يظهر لك مشاعره الحقيقية لان العواطف بالنسبة لنرجسي معناها بالنسبة له ضعف يعني انه ضعيف لازم تسألي نفسك سؤال مهم جدا لو كان العواطف اللي بيظهرها لك دي حقيقية ليه ملاحظتهاش منه من زمان مثلا ايام الارتباط بالعلاقة علشان كده لازم تعرفي ان كل اللي بيحصل ده مش حقيقي ابدا وكله كدب وخداع وتلاعب بيكي لو حصل ان اللي تكلمنا عنه ده ما جابش نتيجة معاك او ان مقاومتك كانت قوية جدا لمحاولات استرجاعك منه هتلاقي ان النرجسي يلجأ لانه يتظاهر بانه بيتعرض لازمة معينة عن طريق انه يوصل لك رسالة من حد تاني خالص يعني تعرفك انه في مشكلة او انه في ازمة معينة الرسالة ممكن ما تجيش من النرجسي نفسه علشان يضمن تأثيرها عليك زي انه يجيب يجيلك رسالة مثلا انه في حالة حرجة او انه مريض جدا او انه في مشكلة اي ان كانت المشكلة يعني كمان ممكن الرسالة تكون منه شخصيا بانه يقولك انه تعرض لحادثة معينة او انه مش بيتحسن ومحتاج لك او انه محتاج لمساعدتك ووقفت جنبه ما فيش شك انه اي انسان طبيعي هيجي له رسالة بالشكل ده لازم يحس بالقلق وبسبب التعاطف اللي جواكي هتبدأت يقلق عليه فعلا تحاولي تحاولي تشوفي هتساعده ازاي للأسف يا جماعة اللي بنتكلم عنه ده امور غير طبيعية لان اللي بيحصل ده وعواطفك دي بيتم استخدامها ضدك من شخص نرجسي متلاعب ارجوكم حاولوا تفرقوا بين العلاقات الطبيعية اللي ماينفعش نتخلى فيها عنا واطفنا وارتبطنا ببعض وقفنا جنب بعض وبصرف النظر عن اي خلاف بيننا وانفرق بينها وبين علاقة مع شخص نرجسي متلاعب ومسيق كل محاولاته معانا كانت بغرض تدمير حياتنا وتخربها للأسف النرجسي بيستخدم عواطفك ومشاعرك الطيبة ضدك ولتحقيق هدافه من غير اي زر الضمير لانه عارف كويس نقط ضعفك وبيعرف يضرب عليها كويس قوي خلي بالك ان لو ده ما جابش نتيجة معاكي ممكن تلاقي ان النرجسي ممكن يلجأ لحاجة اكبر شوية وهي انه يبدأ يهدد بانه يقتل نفسه او انه ينتحر مثلا لو ما سمحتلوش حتى انه يتكلم معاكي او انه يقابلك وتديرو حتى فرصة انه يشرح موقفه يعني يقولك مثلا لو ما قبلتنيشي على الاقل ان انا تكلم انا هموت نفسي وهو ده بالضبط اللي هو محتاج له انك بس تديله الفرصة انه يبدأ تسمعيه او يتلعب بيكي هو عارف كويس قوي هيعرف يلعب بيك ازاي ويقناعك ازاي لان ده اكتر حاجة هو شاطر فيها في الوقت ده في الوقت ده جماعة بتكون الامور صعبة جدا بشكل صعب انك تتحمليه ولازم يكون حد معاكي او جنبك في الموقف ده زي معالج مثلا او اي حد ممكن يدعمك عشان يقدر يساعدك في التعامل مع الموقف ده بالطريقة الصحيحة عايز اقول حاجة مهمة ان انت مش مسؤولة ابدا عن انك تمنع حد انه يعمل حاجة معينة في نفسه ولان دي مش مسؤوليتك خالص دي حياته هو وهو المسؤول عنها يعني مش انتي حاولي ما تشايليش نفسك الزنب او انك تخافي وتقولي ان لو حصله حاجة هيبقى بسببيه وتخلي يعني تشايلي نفسك الزنب مش بتاعك خلي مصلحتك ومصلحة اولادك وحياتك اهم شيء بالنسبة لك اخر حاجة ممكن النرجسي يلجأ ليها علشان يحاول يدخل حياتك مرة تانية ان هو يعادك بانه هيتغير وهيكون واحد تاني هتلاقي بيبعتلك رسائل ومعها كمان اثبتات على اللي بيقوله ده انه فعلا تغير انه ساب كل الناس علشانك ويوصف لك قد ايه هو بيموت علشانك وازاي انه بقى انسان مخلص حقيقي يعني وانه هو محتاج لك في حياته مرة تانية علشان يقدر يستمر بالشكل الكويس ده علشان ساعديه يعني في الاستمرار بالشكل الكويس ده للأسف الكلام ده برضو ممكن يجيب نتيجة معاك بس الكلام ده في بداية العلاقة او في اي يعني في اول مرة بيحصل فيها انفصال او يعني بعد منه عنك اكيد ان ده حصل بدل المرة عشرين مرة لما كان بيعمل نفس اللي عمله ده ويختفي من حياتك لفترة ولما يرجع يوعدك انه فعلا تغير ومش هيحصل ده تاني لكن المرة دي انت خلاص عرفتي ان اللي بيحصل ده وضعه ايه وفهمتيه واستكفيتي من اساءات النارجسي ديك والحياتك لازم تفتكري حياتك وعلاقتك بيها كانت عاملة ازاي وكم مرة حصل بينكم اللي بيحصل ده وانت رجعتيه كم مرة وما تغيرش برضو من الاخر عايز اقول ان النارجسي وبتكلم عن النارجسي مستحيل يتغير مهما حصل انه ما عندوش اي فكرة عن انه بيعمل حاجة غلط او ان في حاجة عنده محتاجة تتغير اصلا اشتركوا في القناة